وفي لقاء حصري أجره معه الزميل إيريك نيندو تطرق الرئيس الغيني ألفا كوندي رئيس الاتحاد الإفريقي تطرق إلى العديد من الملفات والقضايا الإقليمية ومنها معضلة الإرهاب الرئيس كوندي نوه في هذا المجال بالمقاربة المغربية التي لا تقتصر على المعالجة الأمنية مبرزا أهمية تكوين أئمة أفارقة في المغرب لقد فهم المغرب أن مكافحة الإرهاب تكتسي أيضا بوضا ثقافيا وروحيا وهكذا بدأ المغرب في مساعدة بلداننا ومنها ماري وأك الدفوار وغينيا لتكوين الأئمة فالإرهابيون يستخدمون الإسلام للتلاعب بمواطنين أفارقة لم يستوعبوا الدين بشكل عامي لذلك فمن المهم أن نبرز صورة أخرى عن الإسلام كدين سلام ووئام وإخاء ونربي شبابنا في هذا الاتجاه